مع بردة التقس وانخفاض درجات الحرارة ما يزال عدد من المساكن ببعض الأحياء ببلدية تشقيق بولاية البيضة ينتظر أصحابها ربطهم بالغاز الطبيعية رغم قرب البعض منها من القنوات الرئيسية أنا هنا يا عدنة مكانش أشار ميطرات ورانا باركي ثلث سنوات من حيث ليس كنا هنا يا وأكثر أنا أنت سخنق على القراءة تعالقاس ومنطقة له عدنة بيرد ورانا عدنة شي بني عدي مريض ورانا عدي مريض المخلوق ورانا أعرف الله قال رغم عشرة سكان في حي الباشير ما عندهمش الغاز وكانين واحدين في حي النعيمي وكانين واحدين في حي الدرياس وحي الزاوية وها هنا كما الشارع هذا ها هنا كما ركتشوف منه اللي هي عندهم الغاز ومنه اللي هي ما عندناش الغاز رغم النداءات المتكررة حسبهم إلا أن الوضع لزال على حاله خاصة وأن توفر قرارة البوتان تكلفهم مصاريف كبيرة قرارة تكلف لنا مصاريف ياسرة الكرارة ستمشي لنا بـ 25 ويجي بـ 25-50 قرارة تشت ثلث أيام يومين رغم النداءات ونطالبوا سيد الوالي ورئيس البلدية وشافة الدائرة اللي يشوفون حل في هذا المشكل نحن راسلنا منذ 2019 وحتى 2021 وقام الطاقة والمناجم وقام الطاقة والمناجم راسلونا بمراسلة بأنها المقاولة خارج ولكن ما زال المقاول ما تعقش بنا نحن راح نرسل الجيهات الواصلية نعرف على واش تأخر المقاول التعجيل بربط هذه المساكن بغاز المدينة أمر لعله يخفف عنهم برودة التقصى وينهي معانيته مع قاررة البطانة